وهو موضوع شريف إكرامي وحسام عشور ومحتاجين نشرح بعض النقاط لمشاهدينا بالنسبة للمرحلة اللي جاية وكمان نلقي الضوء على السياسة اللي بيتمحها الأهلي على مدار تاريخه ودايما بيبقى فيه فصل ما بين العمل الإداري والعمل الفني كل واحد بيقوم بتخصصه وله كل الصلاحيات التامة والكاملة في إطار أي قرار بيتم اتخاذه أولا لا أحد ينكر الدور الكبير للسنائي حسام عشور وشريف إكرامي خلال السنوات الأخيرة السنائي نقدر نقول جزء من تاريخ النادي الأهلي على مدار نقدر نقول حوالي 15 أو 16 سنة في الفترات الأخيرة ولو حاولنا نتحدث عن مشوارهم مع النادي الأهلي ووجودهم كلعيبة لهم ثقل كبير وخبرات كبيرة داخل فريق القرى في النادي الأهلي ممكن الأمر محتاج حلقات ومحتاج أمور كثيرة ممكن نتكلم فيها الوقت ممكن ما يسعفناش لكن في نقاط لازم نأكد عليها ولازم جمهورنا أو الأجيال الصعدة كمان تبقى عارفة تاريخ النادي تحديدا في العمل المؤسسي والعمل ده عمل احتراف الأول مع الحفاظ على قيم وسوابت النادي وأيضا كمان الحفاظ على قيم ومكانة النجوم القبار اللي كان لهم تاريخ طويل جدا مع النادي الأهلي النادي الأهلي على مدار تاريخه لم يتدخل أبدا وإطلاقا في أي أمر فني بيتعلق بقرار من الأجهزة الفنية أو من المدير الفني هناك سوابت ومبادئ واضحة على مدار التاريخ أن إقدارة النادي الأهلي تتدخل فيما تملكه من قرار وهنا أنا أتكلم على القرار الإداري أما القرار الفني فهو جزء أصيل للمدير الفني والتاريخ ولو فتحنا صفحات التاريخ هنقول تفاصيل كتيرة ومواقف وأمثلة كثيرة جدا وده على المدى البعيد الناس دايما بعد فترة من الفترات بتقولك النادي الأهلي بيتميز في الجزئية دي طيب ممكن البعض بتخالي المجلس اللي دارت طالما بيديري النادي ممكن يتدخل في الأمر الفني لا ممكن ده نطبق في أماكن تانية لكن على النادي الأهلي تحديدا لا الأمر مختلف الأمر جاء داخل النادي الأهلي بيبقى فيه عمل مؤسسي وممكن الأمثلة تكون كثيرة وممكن نستفيد في الحديث عليها ونسكر أمثلة على مدار التاريخ لكن بالطبع جمهاري الأهلي بتقدر رموزها وبتقدر لعبتها وفي النهاية الإرادة الفنية هي اللي بتعلق كل اعتبار والإرادة الفنية هي صاحبة الاختصاص الأخير لأن في النهاية في نهاية كل مسم لما بتجي تحاسب أي مدير فن أو أي جهاز فني بتحاسبه على مجمل القرارات ومجمل الأعمل اللي تم من بداية المسم لآخر المسم عشان تجي تحاسبه لازم تبقى معاه في كل قرار بياخده عشان في النهاية تشوف قراره كان قرار سليم أو قرار خاطئ أو في النهاية بتشوف شغله على مدار الموسم بتهيأ له كل الظروف عشان تساعده على النجاح طيب إدارة الأهل بما أنها لا تدخل في أي أمر لا تملكه قرار التعدل أمر سابق وده في حد ذاته ليه مخزى كبير والمخزى ده ليه علاقة باسم ونجم لو قعد بينه بالنفس وفكر في القرار الإداري اللي النادي الأهل اتخذه بشأنه لأ هنا الأمر بيختلف اختلاف جزئي وكلي لأنه أنت تتكلم على فكرة أنه كان فيه قرار سابق بعدم إقامة أي مهرجانات اعتزال لأي لاعب وإيس فجأة هذا القرار يجوز التعديل عليه من قبل الإدارة تقديرا وما كان لحسام عشور أحد نجوم النادي الأهل وتم عرض الأمر على نجم خط وسط الفريق خلال السنوات الأخيرة وقائد النادي الأهلي الكابتن حسام عشور عرضت عليه كمان فكرة أنه في إطار دور النادي الأهلي لحفاظ على نجومه والحفاظ على لاعبيه وتهيئة كوادر جديدة للمستقبل تقدر كمان تساعده في فكرة أنه يكون فيه تأهيل فني وتأهيل إدارة الفترة الجاية بعمل معايشات بإقامة دراسات خلال الفترة القادمة كل الأمور دي أكيد مش نبعه لمجرد أنه فيه لاعب ممكن ما يكونش موجود في النادي لا دي نبعه لأنه فيه لاعب على مدار تاريخه لم يفتعل أي مشكلة على مدار تاريخه كان أبرز نجومه أحد اللاعبين اللي اتربوا داخل قطاع الناشئين ونشأ بداية من النادي الأهلي حتى أن وصل للفريء الأول وكان قائد للفريء خلال السنتين الماضياتين كل التوفيق يا رب الحسام عشور في الخطوة اللي هيفكر فيها خلال الفترة اللي جاية نتمنى له يا رب أنه يتخذ القرار المناسب والأفضل ليه خلال الفترة اللي جاية وله هتصبح في النهاية اللي مصلحته وبتزين تاريخه في النهاية اللي كان تاريخ ناصع بإنجازات وبطولات كثيرة جدا خلال الفترات الماضية ده بالنسبة لحسام عشور